حلقة تاريخية تسعة الفين وتسعة تاريخ كله وحيد وتسعات وفي ناس بجد انا مش منهم عشان بارت السابق يعني واضح معاك وانا مش منهم خالص خالص وانا بالنسبة لي النهاردة زي مبارح زي بكرة وكلها ايام ربنا المهم انت هتعمل ايه في اليوم ده لكن في ناس حياتها قائمة على الحكاية دي في ناس قائمة بتسحى الصبحية تشوف النهاردة في الاجندة او في النتيجة يوم كام تقول لك ابا النهاردة تسعتاشر دا يوم ساعدي انا حنزل حروح اشتري مش عارف ايه وحروح اخطب فلان الفلانية وحروح اقدم عرفها اي حاجة عايزها هتحصل اليوم دا وطبعا دا الجنبري بالكنافة فيش اي كلام من دا وفي ناس تانية يقول لك لا ايام اللي ايام جا بعضها دي ايام نحس ومنزلش فيها من البيت وبتاعه وفعلا بيقعدوا في البيت وما يعملش لو عنده صفقة ما يعملهاش ولو عنده حاجة كده لكن وطبعا في ناس بتربطها بالابراج وفي ناس بتربطها بالافلاك وفي ناس بتربطها بالافلام وكل حد عايز يلزق نفسه في حاجة عشان يشيل مسئولية عن نفسه بيعمل كده انا في رأيي ان دا نوع من انواع عدم عدم اللي هي دي عارفين اللي هي وقفة وقفة رجالة دي عدم استقلالية في الشخصية عدم ثقة في النفس لازم اشيل اجيب شماعة اشيل بيها اخطائي اشيلها على الحظ اشيلها على الفلك قصت برجي النهاردة بيقول ان انا مش يوم حلو قصت النهاردة 19 تسعة فما حدش ينفع يشتغل فيه كلام بقى من مالوش لازمة دا في كل الاحوال ربنا يجعل ايامنا كلها حلوة وربنا يجعل كلامنا خفيف عليكم اخيرا وبعد جدل شديد وبعد مفاضلات واختيارات وترشيحات ورهانات توصل الاتحاد المصري لكرة القدم منذ ساعات قليلة حوالي من ساعتين او ساعة ونص الى اسم المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الاول لكرة القدم استقر الحال على الكابتن حسام لا مش حسن حسام البدري وسبحان الله رغم انه الترشيحات راحت وجات خمسين مرة لحد ما كانت واصلة الاسبوع اللي فات اللي قبل اللي فات لإهاب جلال وحسام حسن وبعدين بقى الكلام كله على إهاب جلال وتشال حسام حسن خالص من الترشيحات وفقا للمصادر اللي بتقول الكلام ده من جوه اتحاد كرة القدم او تحديدا لجنة الخماسية المكلفة بادارة شؤون اتحاد كرة القدم لحين عقد الانتخابات القادمة ثم مرة واحد اختفى حسام حسن وبقى إهاب جلال وأنا طلعت الاسبوع اللي فات وقلت لكم من إهاب جلال وده فعلا كان حاصل قاعد مع بعض أعضاء من اللجنة الخماسية وبيتفاوضوا حوالين تشكيل الجهاز الفني اللي معاه ويقولولوا خد فلان يقول لهم لا أنا عايز فلان طب خدوا يا حسام الحضر المدرب حراس المرمى يقول لهم لا أنا عايز مصطفى كمال طب أنا عايز حمد إبراهيم اللي هو بيشتغل معايا يقول لهم لا خدوا بعد متعب كده ثم فجأة فجأة ويبدو أنه اللجنة يبدو أنا بقول الحقيقة أنا بقى يبدو أن اللجنة ما رضيتش بكل اشتراطات إهاب جلال مش المالية الفنية يعني في تشكيل الجهاز الفني والإداري ففجأنا مبارح أنه إهاب جلال بيقول أنه عايز يكمل مع النادي المصري انتعرفين أنه حاليا إهاب جلال المدير الفني للنادي المصري البورسائي فقال أنه عايز يكمل وسعيد حلبية حتى رئيس النادي المصري قال النهاردة كده أنه إهاب جلال أبلغ اتحاد الكرة أنه مش هيقبل أي منصب في اتحاد الكرة وأنه عايز يكمل في منصب المدير الفني للنادي المصري البورسائي فبيني وبينكو أنا شخصيا توقعت أنه العطا حيرسى على مين على حسام حسن اللي كان معاه 50-50% فجأنا النهاردة أنه إعلان رسمي صريح الكابتن حسام البادري خلاص ده القرار الرسمي ده مش تكهنات اللجنة المشكلة الخماسية هي اللي أعلنت رسميا والقرار بتعلجنا كمان تعيين حسام البادري مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم لمنتخب مصر وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني والإداري المعاون مع عرضه على اتحاد الكرة للموافقة عليه كويس كويس مبروك حسام البادري رغم أنها مهمة ثقيلة جدا 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 قيادة منتخب مصر مش مهمة سهلة وقيادة الفريق اللي بيمثل اسمه علم وشعب مصر مش قصة سهلة ومنتخب مصر في أفريقيا مش قصة سهلة منتخب مصر هو ملك أفريقيا المتوج بالبطولات والألقاب والتاريخ والكؤوس وحاجات كتير 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 فحمل المسئولية بتاعة منتخب مصر شيء في منتهى الصعوبة لحسام البادري ربنا يقوي عليه وعشان أنتوا عارفين أنا بتعود معاك دايما الأمانة أنا حول لكم رأيي واللي أعتقد أعتقد أنه ممكن يعجب كثيرين وممكن يختلف معايا كثيرين وأنا بحترم المختلفين قبل المعجبين أنا الحقيقة ما كنتش من المفضلين لحسام البادري وعلى فكرة ده مش معناه أن أنا ضد حسام البادري أو بكره على فكرة حسام البادري صديق وأنا بحبه وبعزه وبحترمه كمدرب وكإنسان أنا بتكلم على تفضيلاتي الفنية أنا شخصيا واحد من جمهور قرارة القدم كنت أتمنى أنه بما أن إحنا في فترة تجربة تجربة جديدة كان نفسي شباب وجوه جديدة هما اللي يتولوا المسئولية ففي الوجوه الجديدة اللي موجودين في الخمسة اللي تم اختيارهم كان إيهاب جلال هو الأقرب لتفضيلاتي ولو قلتوا لي أنت شخصيا تفضل من يا تامر هقول لك ولا واحد من الخمسة اللي كانوا مرشحين وأنا شخصيا أرشح عماد النحاس وإن شاء الله كمان كم سنة كده ربنا يحيني ويحييكم ويديكم العمر ويديني وحتشوفوا عماد النحاس ده هيبقى سجله وتاريخه عمل إزاي في التدريب هيبقى واحد من أهم مدربي مصر ويمكن أهم مدربي القارة لأن الولد ده موهوب بخلاف أنه كان لعب طبعا كبير لكن هو موهوب وعنده فكر وعنده فلسفة وتطبيقاته فيها كويس أوي وكمان علي ماهر على نفس الدرب بس أنا تفضيلاتي الأول عماد النحاس لكن بعيدا عن تفضيلاتي الكلام ده كله وقت الترشيح أما وقد اتاخد القرار وأصبح حسام البدري الآن هو المدير الفني لمنتخب مصر فأنا معاه وفي ظهره وبأيده وبشجعه مش عشان بس هو يستحق لا لأنه هو كمان دلوقتي بيمثل منتخب مصر ومنتخب مصر ما ينفعش نختلف عليه ودي رسالتي لكل السادة الجماهير في كرة القدم المصرية ده اسمه منتخب مصر حضرتك بتحب حسام البدري ما بتحبش حسام البدري مختلف مع حسام البدري متفق مع حسام البدري زعلان لو أنت أهلاوي زعلان عشان حسام البدري في لحظة من اللحظات ساب الأهلي وراح لبيرامدز وكان فيه مشاكسات كده ومضايقات ما بين بيرامدز والأهلي وكذا فأنت زعلان كل ده على عيني وراسي لكن المدير الفني لمنتخب مصر يستحق الدعم لأن سقوطه مش معناها سقوطه هو شخصيا معناها فشل لمنتخب مصر وساعتها يبقى احنا اللي سببنا في فشل هذا المنتخب فأرجوكم كل الدعم وكل التأييد وكل المؤذرة لحسام البدري وجهازه الفني والمعاون واللعبين اللي حيختارهم أيا كانوا لأن دول شايلين على مصر ولابسين تي شيرت المنتخب لما بقى لقدر الله يفشل هو في التجربة بعد إكمال المهمة ساعتها نقيم ونحاسب لكن نفشل من البداية أعتقد ده اسمه تصفية حسابات لا يجوز مع منتخب بحجم منتخب مصر كابتن الكبير والنقد الرياضي الأستاذ حسن مستكاوي مسائل فل يا أستاذ حسن مسائل نور يا أستاذ حسن إزاي حضرتك الحمد لله تمام مبسوط طبعا يعني خلاص المدرب المنتخب تم الاستقرار عليه وأعلن اسمه وأي حد دي أنا خدتها بقى مبسوط لأن المهم القرار يعني وزي ما أنت قلت احنا بنساند مدرب المنتخب بس أنا ليا شوية ملاحظات ممكن أقولها أرجوك أولا للنا بيقول إن حسن البدري فشل مع المنتخب الأولمبي فما ينتعش يمسك المنتخب الأول ده برضو حكم مش دقيق لأن حسن البدري من وهي تنظري أنا وقلت ده من زمان نجح مع الأهلي لما خدت دوري ولعب كرة جماعية مميزة جدا وكان الأهلي أحسن فيها بتلعب كرة في الوقت اللي كانت فيه حسن البدري بيدرغب الفريق وعمل شكل مضباطي للفريق أنا من المعتبين جدا بيهاب جلال لأنه بيتابع وبيطور نفسه يعني بيعمل فترات معايشة لكن في النهاية شهدتي لحسن البدري أنه نجح مع الأهلي في الفترة اللي أخد فيها الدوري أخي مرة مش المرة اللي فاتت دي اللي عبلها مزبوط مزبوط هنا بس أرجع للملاحظات الحقيقة لم يكن جائزا أبدا ولا يجوز إطلاقا أن اللجنة أنا أقول اتحاد الكورة بقى ماشا آآ صعبة شوية اتحاد الكورة يعلن عن خمس أسماء مرشحة لتدريب المنتخب هذا كان خطأا جسيما نمرت واحد نمرت اتنين الخطأ التاني لا يجوز أبدا أن تحط الكابتن حسن شحاته مع الخمس أسماء لأن يعني المقارنة ظالما ولازم فيه تقدير للقيمة والتاريخ وكان غير مقبول على الزرق لأن في النهاية دلوقتي بعد ما انت اخترت حسام البدري معناها أن انت ما اخترتش حسن شحاته بالضبط كده فالإعلان عن الخمس أسماء غلط والإعلان أن الكابتن حسن شحاته من الخمس أسماء وضعه في المقارنة مع تقديري يمكن جميعا لكن ده لم يكن يجوز بالنسبة لكابتن حسن شحاته ولا يجوز من اتحاد الكورة نمر الثلاثة نمر الثلاثة لا يجوز أبدا برضو أن اللي بياخد القرار يعمل عملية جاس نبضة عشان يستمد القرار من الرأي العام أو من السوشيال ميديا ده برضو غلط نملت أربعة مش معقول أبدا نتعلن لاجنة أنه فيه مدير فني وتقعد شهرين سايب الناس عمالة تقول حسام إيهاب جلال مش عارفين ثم المبارح بالليل كان إيهاب جلال صح النهاردة الصبح راح تمحوودين وقولته حسام البادري ماشي تمام خلاص ده قرار لكن ليه عدتوا شهرين وإزاي تعودوا لا وفيه بعض الناس كانت بيني النهاردة في بعض المواقع كلام ومتهيألي فيه بعض المنطق حدريك تأكدوا إنه زي ما حدريك قلت دلوقتي لحد مبارح بالليل الكلام كله كان إيهاب جلال النهاردة النهاردة الظهر فجينا بحسام البادري معنى كده معنى كده إن الفترة اللي اختلف فيها الرأي ما بين إيهاب جلال وحسام البادري ساعات فالبعض بيقول لك يبقى إزاي ده قرار مدروس اللي انت غيرت فيه في ساعات قليلة آه طبعا طبعا هذا قرار لي أسباب هم 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 يقولوا الأسباب طبام مش أنا طبام هم يقولوا الأسباب صح لأن أنا بالحية يعني كفاية بقى إن إحنا نبقى في مجال وتتخذ قرارات ومحدش يعرف السبب إيه هم طالما الأسباب مشروعة خلي بالك أنا بختار كلامي كويس قوي جدا طالما الأسباب التي دعت إلى تغيير اختيار يهاب جلال إلى حسام البدري أسباب مطروعة ومنطقية لابد أن تعلن هذه الأسباب بوضوح عشان الناس تفهم بس إحنا ليه بنختار وعلى أي أساس صحيح هي الحكاية بلها نادية خد سوزي ولا الحكاية بالضبط الدراسات وتقييم وفلسفة ورؤية لمنتخب مصر القادمة والاستراتيجية اللي احنا عايزنا من المدير الفن تامر بأننا معجب جداً باللجنة اللي عملت حاجات بسيطة لكن كلنا كنا منبهرين بيها مع أنها بسيطة صح جدول الدوري حفلة القرعة الشباب اللي موجود الاختيارات لكن أنا الحقيقة بسجل وبحط كده خط تحت موضوع اختيار مدرب المنتخب لأنه كان فيه مجموعة أخطاء كثيرة جداً عملت رد فاعل للأسف اللي موجود حالياً على السوشيال ميديو مفهوم مفهوم بس بشكرك شكراً جزيلاً أستاذ حسن المستكاوي الكاتب الصحفي الكبير والنقد الرياضي الكبير والحقيقة يعني فيش كلام يتقال في الكورة بعد كلام الأستاذ حسن أنا متفق معه مليون في المية أنا معجب باللجنة الخماسية أو بالتحاد الكورة الحالي في حاجات كتير بيشتغل بيها بالنظام الساينتيفك النظام العلمي المدروس زي القرعة وزي الاختيارات الشبابية اللي هي موجودة دلوقتي بيجيبوا مجموعة من الشباب يمسكوهم مناصب ووظائف واختصاصات مهمة في التحاد الكورة والقرعة بتاعة الدولة اللي عام الممتازة عملت بشكل علمي رائع تحديد المباريات وفروق التوقيت ومن الفرقة اللي هتسافر فتقعد ثلاثة أيام والفرقة اللي مش هتسافر فتقعد أربعة كده شغل رائع لكن إدارة الملف بتاع اختيار المدير الفني المنتخب أنا مع الأستاذ حسن إنه ما كانش بنفس الجودة اللي اللجنة اشتغلت بيها وكان فيه ترهولات وكان فيه تسريبات كلام وزي من أستاذ حسن قال ربما يكون الهدف كان إن أنا عمل بالونة الاختبار أصر باسم فاسمع رأي السوشال ميديا والرأي العام فيوافق يا لأ وبعدنا غير ودي طريقة ميس سليمة تدينا انطباع إنه الموضوع بجس النبض مش بالدراسة يعني وفوض اللجنة كانت تقعد تقول إحنا عايزين منتخب المصري لفترة اللي جاية يعمل كذا إحنا عايزين منتخب يبقى من النجوم أسخد بالكو الهدف مختلف وبالتالي الطريقة تختلف ممكن نقول إحنا عايزين منتخب من النجوم اللي هما السوبر الجهزين عشان نخش بيهم ناخد كسر أمام اللي جاية ومش عرف إيه يبقى مين اللي بيعرف يتعامل مع النجوم السوبر ويعرف يدرهم ويعرف يعمل منهم توليفة من غير ما يحصل نفسنا ونزاعاته بتاع فلان الفناني أحسن واحد يبقى هو ده أو نقول لا إحنا مش عايزين كده إحنا عايزين نبني منتخب نبني منتخب يعني إيه يعني نعمل توليفة من الأعمار الصغيرة تطلع عشان بعد سنة سنتين هي اللي تبقى خالة الخبرة ويعبت لها عشرين تلاتين مطش ده وليودي وبتاع فعلى تصفيات كسر عالم تبقى جمدة ونعرف ننافس لا فنختار بقى المدرب اللي بيعرف يختار العيال الصغيرة ويعرف يتعامل مع نفسية الولاد الصغيرة اللي عندها عشرين واحد وعشرين وعشرين سنة ويعرف أو عايزين ننتخب مطاعم كل حاجة ليه حاجة لكن فكرة إنه كده بلاش ده أو على الأقل دي الصورة اللي طلعها قدام الرأي العام ده إدى انطباعه ومش حلو على الناس لكن عشان نقفل الموضوع قولا واحدا أنا قلت لحضراتكم مدام تم الاختيار وتم الإعلان أنا ويجب نكون كلنا مع حسام البدري من أجل منتخب مصر ثم الناس المحترمة بتحاسب بقى في نهاية المدة أو في نهاية العقد أو في نهاية المشوار وعشانا في الكلام في الكورة انتوا عارفين إنه جماهير مصر كلها منتظرة ومترقبة مباراة مهمة جدا جدا بكرة والحقيقة أنا لسه لحد اللحظة ليه مش عارف الساعة كام اتقال الماتش المفروض بكرة في برج العرب ده الحاجة المؤكدة مباراة السوبر ما بين الأهلي والزمالك الأهلي بطر الدوري والزمالك بطر الكاس مباراة السوبر المحلي بينهما الأكيد إن المباراة في ستات برج العرب أنا معلوماتي إن المباراة كانت ساعة 8 بالليل لحد مبرح بالليل والنهاردة الصبح طلع بقى شوية كلام إن المباراة تم تقدمها 60 دقيقة يعني بقت سبعة بالليل وبعدين طلع قبل ما أطلع من شوية من ساعة كده مصدر في اتحاد الكرة وقال لا مفيش كلام ده إحنا لسه الماتش زي ما هو ما تعدلش بقى 8 بالليل فأنا أرجو إنه اتحاد الكرة يطلع بيان رسمي يعلن فيه الماتش الساعة كام 7 ولا 8 لأن ده ماتش مهم ما ينفعش يفضل متمرجح كده وفي ناس حتسافر تعرفين برج العرب دي في محافظة يعني جنب اسكندرية ومرصة متروح ففي ناس حتسافر من محافظة القاهرة من الشرقية من كده فلازم أبقى عارفه ظبت وقتي وظبت توقيتاتي وحاجات من دي مباراة السوبر دي مباراة أنا عارف إن الشحن شغال عليها من دلوقتي والسوشال ميديا طبعا أنا متأكد أنها مولعة تحفيل متبادل ما بين الأهلاوي والزمال الكلام من دلوقتي لكن أنا الحقيقة لو سمحتوني ورغم إن انتوا عارفين أن أنا أهلاوي عشان برضو الكلام بس يتقطع من بدري كده وحدش يقولك إنه تامر بيلقح كلام ونبير من كلام خالص أنا رأي إنه الموضوع لا يستحق كل هذا التحفيل ليه؟ لأن أولا دي مباراة آه طبعا دربي ومباراة قمة وما بين قطباي كرة القائمة قولوا الكلام اللي أنتوا عايزين تقولوا كله بس في النهاية مباراة بطولة قيمة على مباراة يعني مش بطولة تستحق اللي احتفال بفضيع وإن أنا يعني أخدت بطولة اللي ما حصلش بطولة قيمة على مباراة أنا في رأيي إنها بروتوكولية مراسمية شكلية كده طبعا اللي حيفوز بها حيفرح واللي حيخسرها حيتداي أكيد بس في النهاية أنا أصد إنها مش الحاجة اللي موت نفسي عليها يعني والحرقة الدم اللي أنتوا عاملينها على السوشال ميديا دلوقتي مبكرا ما بين الأهلوية والزمالكوية على مواقع التواصل رقم اتنين أنا بقول كلام الناس بتسعل منه إنه اللي عملوا الأهلوية والزمالكوية أنا بقول لكم هو بقى أنا أهلاوي بس اللي عملوا لعبت الأهلي ولعبت الزمالك ولعبت مصر في المنتخب في كاس الأمم ما يخلناش يعني نبقى نبقى كده يعني لحد ما يصلحونا خدوا بالكو افصلوا ما بين إن الدولة المصرية نجحت بامتياز وإبهار في تنظيم البطولة لكن اتحاد الكرة السابق والجهاز الفني السابق واللعيبة اللي كانوا بيلعبوا في البطولة خذلونا خذلانا مهينا ودي حاجة ودي إحنا نظرنا بطولة عظيمة وعالمية أما منتخبنا كان دون المستوى بالتحاد الكرة بكله والحمد لله أن ربنا أزاح كل هذه المنظومة فيعني أنا اللي حد لوقتي محبط وهم ما صالحتهمش وزعلان منهم العيبة اللي بتاخد الملايين وبتاخد التنجيم والأضواء والاحتفالات وفي الآخر في الجد بيخلعوا رقم ثلاثة الجمهور نفسه يرجع الاستادات وده حقه الجمهور جمهور الكرة نفسه يرجع الملاعب والاستادات في بطولة الدوري وبطولة الكاس وبطولات أفريقيا سواء الأهلي والزمالك لما يلعبوا الأندلة أفريقية وده بقولك وده حقه لأن الكرة للجماهير والاستاد من غير الجمهور ده متقيل وماتش تحس إنه ماتش مالوش لازمة بس الجمهور هو اللي في إيده إنه يرجع نفسه أو يمنع نفسه إزاي؟ بسلوكه بسلوكه بالتزامه الجمهور اللي عايز يرجع المدرجات حيلتزم في ماتش بكرة وهيدي صورة رائعة للانضباط في ماتش بكرة وفي ناس للأسف لما بيفهموا كلمة الانضباط دي معناها إن أنا ما شجعش إن أنا أقعد ألف مين اللي قالك كده؟ الانضباط دي معناها إن أنت ما تخلفش القانون لكن فيما عدا ذلك إيه تشقل بزي ما أنت عاوز في تشجيع فريقك خش في المصار اللي محدده الإدارة العامة المرور ووزارة الداخلية عشان لو كنت إنت من الأهل يعتقد له مصار جاي من شئة الطريق الصحراوي وإزاي مالك حيخشه من طريق مش عارف إيه المصارات محددة خش في الطريق ده متشغبش متشلش معاك أشواء أشياء ممنوعة لا شماريخ ولا حاجات صلبة ولا مش عارف إيه وبتاع والتزم بالحاجات المسموح دخلها خش شعب في المكان المخصص ليك دخلت اعمل اللي انت عاوزه بقى شجع واحتفل وتنطط وغني واحتف اعمل كل حاجة بس ما تشتمش لا تشتم دولة ولا أشخاص ولا نادي منافس لكن شجع فريقك للصبح ليه الصبح باللي انت عاوزه يخلص المطش كسبت خسرت لف وروح بس موضوع انتهت تضمن ان انت متواجد في كل مباراة والاستادات هترجع بساعتها الكاملة واستاد القاهرة يرجع استقبل سبعين تبانين مئة ألف لانه خلاص الجمهور أنا بقولك هو مش الامن هو اللي بيحدد عودة الجماهير من عدمها الجمهور هو اللي بيحدد عودة الجمهور من عدمه انضبط وسلوك الجماهير رجعت مخالفات وشغب وتكسير شكرا وأخيرا نفسي حاجة تحصل نفسي حاجة تحصل بعد المبادرة الحلوة اللي أنا شفتها من جماهير الزمالك لدعم مؤمن زكريا زي طوعا جماهير الأهل ما دعمت مؤمن زكريا خلوا بكرة خلوا بكرة يوم مش في حب مؤمن زكريا خلوا ان مؤمن زكريا هو رمز للروح الرياضية اللي تجسدت بين الناديين خلال الأسبوع اللي فات فخلوا بكرة يوم للروح الرياضية دي وأنا سمعت في اتحاد الكورة ان بكرة حيتعمل ممر شرفي يعني الاهل يزمالك هيلعبوا نفترض لقدر الله بالنسبة لي يعني ان الزمالك كسب الزمالك لعب الزمالك حيوقف ويعملوا ممر شرفي لعبت الاهل يروحوا يستلموا فيه ميداليات المركز التاني والعكس حصل الاهل لو كسب لعبت الاهل حيوقف ويعملوا ممر شرفي نادي الزمالك يمشي فيه عشان يروح يستلم الميداليات المركز التاني وهي بتبقى شكل تقديري ما بين الفرقتين الفرقة الكسبانة بتقول ان انا كمان هحتفل بالفرقة الخسرانة مفيش فينا حد خسرانة انا نفسي بقى من الجمهور ولو حصلت بكرة دي انا هيبقى عندي امل ان احنا يبقى عندنا سلوك متحضر في المدرجات نفسي بكرة ايا كان مين هو والله اعلم بالنتيجة بكرة نفسي بكرة جمهور الفرقة اللي هتخسر اول ما الحكم يصفر تقوم تقف وتسقف لفرقتها لو الاهل خسر جمهور الاهل يعمل كده ولو الزمالك خسر جمهور الزمالك يعمل كده دي لو حصلت بكرة يعني اكيد لما الحكم يصفر جمهور الفرقة الكسبانة اكيد حيتنطط ويفرح وده طبيعي نفسي جمهور بتاع الفرقة الخسرانة قبل ما يلفه وروح يوم يقف زي ما بنشوف في استرات انجلترا استرات المانيا يوم يقف يحي فرقته ويسقف لها يقول لها احنا مقدرين انت عملت اللي عليك لكن دي كرة فيها توفيق وعدم توفيق وشدي حلك يلا بستنين منك اداء احسن في بطولة الدوري العام اللي جاي هنا اول خطوة على الطريق السليم هتعملوها وطبعا طبعا 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 الاساس هو روح واخلاق والتزام اللعيبة في الملعب لانه هم اللي بيدون عكاس المدرجات لما تلاقي اللعيبة بتضرب في بعض وبتشتم في بعض وبتطوح للحكم وتشوح وبتاع ما بالكم مدرجات هتعمل ايه اتمنى بكرا ان شاء الله تبقى صورة مش لكرة القدم المصرية لان احنا مش عايزينها احنا عايزين كرة القدم المصرية التي نحلم انها تكون مش اقل من كرة القدم في كل دول العالم لانه كرة القدم مش بس رياضة ولا ممارسة ولا هواية هي فلسفة واصناعة واخلاق احنا قدها ان شاء الله نكون قدها نلتقي بعض الفاصل ايمانا بدور صندوق تحيا مصر في المجالات الانسانية والخدمية والتنموية حرص مجموعة من مقاويل البناء والتشييد على التبرع لصندوق تحيا مصر من اجل تحسين حياة جموع المواطنين المصريين من خلال مجموعة من المبادرات المختلفة في المناطق الاكثر احتياجا شهد فرع مدينة نصري للبنك الاهل المصري اقبالا كبيرا من العاملين في قطاع البناء والتشييد للتبرع في صندوق تحيا مصر في مبادرة اسموها دعم المشروعات القومية مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيفي لاستكمال مسيرة التنمية ومقدمين تحية اجلال وتقدير لكل يد مخلصة ترفع قواعد البناء احنا جايين ندعم السيد الرئيس الجمهورية في مبادرة تحيا مصر جايين نرد الجميل لمصر بحيث ان احنا اشتغلنا من مصر احنا الشركة عندنا شغالة من سنة ستة وتسعين في مجال المقاولات هناك طفرة كبيرة جدا جدا في مجال المقاولات تشهد الفترة الحالية بتاع السيد الرئيس الجمهورية وبددي فرص عمل كدير جدا جدا للشباب والشباب عندنا بيشتغل واللي زي ما حداك شايف العمالة كلها جاية العمالة جاية تتبرع ذات نفسها ليه لان هو بيكسب موجودين والله نارضة عشان اولا ندعم بلدنا مصر وندعم المشروعات القومية اللي تعملت في الفترة الوجيزة اللي فاتت ديه وندعم سيدة الرئيس ونقول له كاملة سيدة الرئيس احنا كلنا وراك وكلنا معاك لان اللي احنا بنشوفه ده انجاز ما حصلش من سنين طاولة جدا جدا رسالة مننا لحب مصر وتحية مصر والنهضة اللي بتحصل في مصر بعد فترة عصيبة عندنا بيها واحنا شركة راسكم بنفر ان احنا بنشترك في مشروعات هامة جدا ومشروعات تلمس حياة المواطن المصري بصفة مباشرة احنا النهاردة معنا مجموعة كده رمزية من العاملين في شركة المؤولين العرب وده يمكن لتاني يوم برضو الموجودين لدعم المبادرة الخاصة بالمشروعات القومية اللي بتقوم في مصر ودعم الصندوق تحية مصر لإقامة مزيد من المشروعات التنمية اللي الشركة اساسا بتساهم فيها باستمرار جايين نتبرع لمصر بنقول للناس احنا بنحب مصر وجايين نقول تحية مصر احنا جايين نرد على اي بني ادم ما بيحبش مصر بقولين عرب بتحب مصر واللي بيحب مصر يبني في مصر مش يدمر احنا جايين نبني ونضحي وندفع جايين ندفع فلوس لان في ناس غيرنا دفعوا ارواح والعمال اللي موجودين دول النهاردة كل واحد جاي عبر برسالة يدي جزء بسيط لصندوق تحية مصر والناس دي اهم من انها بتتبرع الناس دي النهاردة بتوجي رسالة انها موجودة بكل الميادين وكل المواقع الحقيقة لقطة هيلة ولفتة ممتازة من مقاولي ومهندسي وعمال مصر اه اه اول مرة اشوفه دلوقتي زملائي بعد ما اعدوا هذا التقرير والحقيقة انا يعني ممتن جدا لكل واحد شارك في هذه المبادرة وراح وقال انا واقف ورا بلدي واخدوا بالكو الكلام سهل لكن فكرة الفعل وان انا روح وابز المجهود واتبرع لصندوق تحية مصر ده دليل على الحب والوطنية والانتماء فعلا مش قولا بالفعل مش بالكلام بس وبالغنى والشعارات اللي البعض بيرددها دون ان يقدم شيء حقيقي البلده انا بشكر المقاولين والشركات الهندسية وشركات المقاولات واصغر عامل كان موجود لان العامل اللي موجود هنا في نظري اهم من صاحب الشركة الكبيرة لان العامل ده اللي بيقبض اقلب كتير طبعا وبيكسب اقلب كتير جدا من اصحاب الشركات عشان يروح ويقف ويتبرع دي كبيرة اوي دي كبيرة اوي 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 ارجو الناس تفهمها والشخص المحترم اللي في التقرير اللي قال اللي بيحب مصر مش اللي بيخربها ولا بيشوهها ولا بيتكلم عليها اللي بيحب مصر هو اللي يبنيها وطبعا ما فيش افضل من بنات المشاريع القومية العملاقة في كل محافظات الجمهورية كل التحية لكل من ذهب وانا اتمنى ان كل القطاعات تحذو حذو قطاع المقاولين والمهندسين والمعماريين قطاع السياحة وشركات السياحة تعمل كده قطاع الصناعي والمصانع والشركات الصناعية الكبرى تعمل كده الاستثمارية تعمل كده تعمل كده ايه انها تروح تقف جنب بلدها في صندوق تحي مصر صندوق تحي مصر ده مش صندوق الريس ولا صندوق رئيس الحكومة ولا صندوق وزير ولا صندوق تاب مش صندوق حد ده صندوق المصريين اللي بيصرف على الخدمات الموجهة للمصريين سواء اكل او شرب او دعم او صرف الصحي او كهرباء او ميا او 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 فبالتالي الحقيقة اه شابو شابو قبعة يارفعوها لكل واحد بيبدل اه مجهود بالكلام وبالفعل كمان امبارح كلمت حضراتكم عن بعض النمازج كده للأسف بعض الناس هنا في مصر بياخدوها قدوة وبياخدوها نموذج رغم انها لا تستحق ومش محتاج عيد الكلام انتو عندكم الحلقة امبارح على اليوتيوب واعتقد الحمد لله الحمد لله رد الفعل الممتاز اللي جي على الكلام اللي انا قلته فيه الجزء الاول من حلقة امبارح على ما يتعلق بالبصلة وان كلنا عندنا مشاكل بس لازم اموجه غضبي من هذه المشكلة تجاه حل المشكلة مش ان انا اروح لفكرة المغناطيس واروح مع الناس اللي عايزين يهدموا بلدنا وكذا وكلمتكم عن فكرة الرمز وانه مين هو الرمز ولما الاسبوع اللي قبل اللي فات انا كنت واحد من الناس اللي زعلت من محمد رمضان اللي هو رمز وقدوة لملايين مصر لما عمل الحفلة بتاعت الساحل دي مش عشان الحفلة بس عشان بعض الحاجات اللي عملها في الحفلة انت قد تساعتها بمنطق الحب اللي قلت له يا محمد انت ملايين الشباب بتحبك وتاخدك رمز فخليك تقول الوقت خايف على شكلك وخايف على التأثير اللي هتعمله محمد رمضان عمل حاجة تستحق ان انا اقف قدامها بالاشادة واقول له ايوة كده الرمز يعمل كده والقدوة يعمل كده والنجم يعمل كده يعمل كده والمعادلة الصعبة في هذا الوطن جيشنا هو المناعة المناعة اللي بتصد لهذا الجسم كل الفيروسات المعادية اللي عايزة تنخر في عضم هذا الجسم ويتفتته وتوقعه ربنا يحفظ الجيش ويحمي الجيش كلنا ثقة في الجيش المصري مش النهاردة ولا مبارح الجيش اللي من 6000 سنة هو العمود الخيمة بتاع هذا الوطن سيبقى ويه سيبقى معه هذا الوطن ان شاء الله وشكرا جزيلا محمد رمضان على هذه اللفتة هو ده الكلام يا ابو رمضان هو الكلام ده اللي يخليك نمبر وان مش حاجات تانية بمناسبة الفيديو ده بسرعة كده عايزة أكلم حضراتكم عن فكرة الفيديوهات وده التواصل مع الكلام اللي أنا كنت بكلم فيه مبارح عن فكرة الحرب الالكترونية هتقول لي في حاجة اسمها الحرب الالكترونية اقول لكم طبعا في حاجة اسمها الحرب الالكترونية بس مش الحرب الالكترونية اللي هي الدار بتاعها في مدينة النصر لا حرب الالكترونية يعني حرب السوشيال ميديا حرب الجيل الرابع اللي الدولة حذرت منه كتير واحنا هنا في الاعلام نبهنا حضراتكم منه كتير لكن للأسف بعض الناس لسه بتنخدع القاعدة تقول ليس كل ما يلبع ذهبا ليس كل ما يلمع ذهبا يعني مش كل اللي تشوفه بيبرق يبقى أصله ذهب ده مطلي ذهب محطوط عليه لمعة لكن هو في الأصل صفيح خردة وده اللي بتعمله دلوقتي الميليشيوات الالكترونية للإخوان ومن ولاهم والأجهزة المخابراتية اللي عايزة طول الوقت تفتت عزيمة هذا الشعب انه هما بيفابريكوا فيديوهات وينزلوا فيديوهات يحاول يحسسك انها في مصر وهذه الفيديوهات لا علاقة لها باللي بيحصل في مصر يجيب لك فيديوهات من الإعراء يجيب لك فيديوهات من سوريا من ليبيا وبتاع ويحط عليها شوية زيف كده وإفكتات وتأثيرات عن طريق المنتاج الإلكتروني على اللابتوب وينزلها لك فتقولي يا نهرب يده بيحصل كذا شبه الهبل اللي كان معمول من أربع تيام والحمد لله مش احنا بقى اللي كشفناه لأن في بعض الناس يقولك لا ده انتوا بتحاولوا بس تدفعوا احنا اللي بنحب ندافع ولا بحب نهاجم احنا بنحاول نقولكو الحقيقة المجردة كما هي وخدوا بالكو العالم اللي احنا فيه هذه الأيام ماينفعش فيه تكذب زمان كان ينفع لما انت كنت القناة تلفزيونية الوحيدة ولا انت المصدر الوحيد للإعلام كان ينفع تكذب لأن انت هتسأل مين ورايا انا الوحيد اللي بقولك المعلومة لكن دلوقتي لو انا كذبت حبقى شكلي عبيط لانه الكل بيقول اخبار وكل بيقول كلام فلو ما لقيتني كداب حتروح تقود الحقيقة من حتة تانية فابقى عبيط لو حاولت اكذب على المشاهد والمشاهد اوعى وافكى من ان انا اخدعوا او اكذب عليه والقاعدة بتقول لن تستطيع ان تضحك على كل الناس كل الوقت ابدا حصل اسمه هاشتاج من كم يوم هاشتاج اللي عمله الاخ محمد علي من بره ودخل عليه الاخوان وشكران مش عارف ايه وبتاع ومرة واحدة قالك الهاشتاج وصل لمليون في يومين في 48 ساعة في 72 ساعة في 3 ايام وصل لمليون يا ايه ده للدرجة دي الهاشتاج ده على تويتر عملنا احنا حاجة كمصريين لا ما عملناش مين اللي عمل تويتر نفسه تويتر ده مش موقع تحت السلم ومش موقع كده قاعد على نصبة وشمسية على نصية شارع لا ده موقع عالم كبير بالمليارات ويهمه مصدقيته وصورته والامانة تويتر الحاجات المريبة دي بيخش يبحث عليها مباشرة فدخل قالك تعالوا وروني الهاشتاج اللي بقى عد مليون في 48 ساعة ده ودخل وبحث وحلل ثم اكتشف تويتر ان الهاشتاج ده كله ضرب كل او 99% من الداخل فيه صفحات فيك فيك دي معروفة يعني في مواقع التواصل الصفحات فيك يعني صفحات مضروبة صفحات مزعومة مش صفحات حقيقية لاشخاص حقيقيين يعني انا وانا قاعد كده على اللوبتوب بتاعي لو انا من الميليشيا الالكترونية او شغال في السكة دي عندي صفحة باسمي بس اقدر اعمل الف صفحة تانية مش باسمي كأنها الاشخاص تانين واشتغل ونزل عليها بوستات وهاشتاجات وحرجات من دي وبتاع فانت تبصد وقولك انها ربي ده فيه الف وعد دخلي الالف دول كلهم هو الشخص اللي قاعد بيعمل الصفحات المضروبة دي فبعد ما تويتر اكتشف الحكاية دي شال كل المضروب شال كل المضروب تبقى كان بقى من المليون 700 ألف لا نص مليون لا طب ربع مليون لا طب 100 ألف لا هتقول لي 50 ألف طيب على ايه لا 16 ألف ومن كل دول العالم وال16 ألف دوله كمان الله اعلم مع مينز بس يعني تخيل من مليون ل16 ألف هي دي حرب النفسية عن طريق السوشيال ميديا لعنها الله في كل كتاب إذا ما استخدمت بهذا الشكل أما إذا أحسن استخدامها فهي أهلا وسهلا وهو ده الأهلا وسهلا تقرير السوشيال ميديا ومن بعده نروح لفاصل وبعد الفاصل أرجو أن تنتبهوا إلى هذه الفقرة لأنها فقرة تحكي قصة بطل أخبار وسور وفيديوهات يتدولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوميا وإحنا في برنامج آخر النهار نرصد لكم أبرز ما جاء فيها والتي كان من بينها أشعلت المطربة هلا رجدي السوشيال ميديا بصوتها العذب الرائع عندما قامت بإعادة غناء أغنية أنا بن مصر بمفردها الأمر الذي نال أعجاب الكثيرين وقاموا بتبادل مقطع الفيديو على صفحاتهم أنا ابن مصر أنا ضب الكاسر أنا راح عراسي تملي الفوق طول العمر أنا ابن مصر ألغي نصر ما نرشي عليش أبدا أمتر وانا حب من جديد أعادت نورهان حلمي صاحبة أشهر فيديو لو داعي دنيا وداع إلى ساحات سوشيال ميديا مرة أخرى بأغنية جديدة تحت عنوان ما فيش إموشن حب أشوية ناس فوتوشوب والتي تفاعل معها أيضا الكثيرون نشرت الفنانة يسرى اللوزي مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصية على انستجرام ظهرت فيه خلال كواليس تصوير مشهد قفز من فوق أحد الأسطح بمسلسل سوبر ميرو وعلقت على الفيديو قائلة لحظة مرعبة من تصوير سوبر ميرو ترح الفنان المغربي سعد المجرد أحدث أغانيه التي تحمل اسم يخليك للي عبر قناته الرسمية على يوتيوب وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على سوشيال ميديا وحققت الأغنية 2 مليون و 46 ألف مشاهدة بعد ساعة نشر المقرق رومي إمام سورة عبر حسابه على انستجرام ظهرت فيها هالا ابنة شقيقته سارة وبجوارها الفنان العالمي مينا مسعود بعدما استطعت تحقيق حلمها ومقابلته وعلق رومي إمام على صورة هالا ومينا قائلا عندما يكون لديك حلم تتمنى دائما أن يتحقق في يوم من الأيام واليوم حققت ابنة أختي هالا أحد أحلامها التي كانت تعمل عليها منذ ما يقرب من أربعة أشهر تداول رواد مواقع تواصل الاجتماعي صورا لمكتبة مجانية ولكنها ليست في أحد الشوارع الأوروبية وإنما هي في شارع الألفي في منطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية القاهرة بعد أن تم تجديده ورفعت المكتبة شعار الكراءة للجميع في محاولة لإعادة زمن القراءة الجميل كشف الفنان اللبناني عاصل حلاني من خلال حسابه على تويتر عن ثلاث حفلات دفع واحدة يستعد لإحيائها في مصر بعد شفائه من حادث سقوطه من فوق ظهر حصانه قبل أيام وكشف الحلاني في تغريدته أن الحفل الأول المنتظر إحياءه سيكون في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة في الثامن من نوفمبر المقبل والثاني في دار أوبرا الإسكندرية في الحادي عشر من نوفمبر بالإضافة إلى حفل أخير ليلة رأس السنة الميلادية إسرع سعد آخر النهار استمرار لجهودها في مكافحة الإرهاب وتعقب عنصره والكشف عن مخططاتهم وإحباطها أعلنت وزارة الداخلية مصرع تسعة عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النيران خلال مداهمة أمنية بمدينتي العبور والخامس عشر من مايو وقالت البيان لها إنه من بين الإرهابيين قياد حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم واسمه الحرقي خلاف الضهشوري والمتورد في اغتيال العميد قوات مسلحة عاد الرجائي قائد أحدى الفرق المدرعة بالقوات المسلحة واستهداف كمين العجيزي بالمنوفية وأوضحت أنه عثر بحوزتهم على ستة أسلحة آلية واثنين خرطوش وكمية من مادتي RSALT والنطرات ومجموعة من الدوائر الكهربائية وعبوة متفجرة واثنينها يأكل عبوات ويأتي ذلك في إطار الحرب على الإرهاب متبعين أحدث الوسائل في الرصد والمتابعة تنفيذا لاستراتيجية الوزارة فما يحدث الآن ليس بالجديد على قطاع اعتاد على الضربات الاستباقية خلال السنوات الماضية وضرب مثلا في الحرفية بعد عملية انفجار سيارة مفخخة أمام معهد الأورام وكشف الخلية العنقودية وخط سير السيارة المفخخة وتحديد واستهداف أفراد الخلية فضلا عن تحديد أماكن اختباء وتردد العناصر الإرهابية من تنظيم الإخوان في المناطق المأهولة بالسكان والصحراوية واستهدافهم والقضاء عليهم وأكدت وزارة الداخلية أن مصر شهدت خلال الخمسة أعوام الماضية حالة من الاستقرار الأمني بعد سنوات من الفوضى والانسلات حيث التحديات الأمنية كانت هائلة تطلبت مواجهة شاملة على كافة المحاور والمجالات ففي مجال مواجهة الجريمة الإرهابية نجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربات استباقية ضد تنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديب من عملياتها الآثمة وأصفر ذلك عن القضاء على أكثر من تسعمائتين واثنين وتسعين بؤرة إرهابية وضبط أكثر من تسعة عشر ألف ومئة وثمانية عناصر إرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة الأمر الذي أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من أربعمائة وواحد وثمانين حادثة عام الفين واربعة عشر إلى اثنين وعشرين حادثة إرهابية عام الفين وسبعة عشر وفيما يتعلق بضبط الأسلحة غير المرخصة فقامت الوزارة وتصدت لظاهرة انتشار تلك الأسلحة وشنت حملات مكثفة أصفرت عن ضبط عدد مئة وثمانية وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة واربعين قطعة سلاح مختلفة بالإضافة إلى ضبط أربعمائة وواحد وخمسين ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بزيادة جهود الضبط بلغت مقدارها ثمانية وسبعين بالمئة عن الأعوام السابقة إسراء سعد آخر النهار أهلا بحضراتكم بعد الفاصل السيدة العزيزة ضيفتي في هذه الفقرة شاهدة على واحدة من أهم قصص البطولة في التاريخ المصري قصة بطولة للعسكرية المصرية والجيش المصري وقصة بطولة متوازية ومتزمنة كمان أبطلها وزارة الداخلية وتحديدا قوات الأمن الوطني وكل القطاعات وزارة الداخلية القصة بدأت في عام 2016 ودي كانت ملامح بداية القصة وفصل الختام كان مبارح الشهيد عاد الرجائي اللي اغتلته أيادي الإرهاب في أكتوبر أعتقد 2016 وكان طول الوقت رمز للتضحية والفداء وكان زوجته رمز كمان للصمود والبسالة والاستيعاب والانتماء وكانت طول الوقت بدل ما إحنا اللي بنحاول ندعمها هي اللي بتدينا الدعم وهي اللي بتدينا الطاقة وهي اللي بتشحن لنا بطاريات حب البلد لحد ما نجحت قوات الأمن الوطني مع قطاعات وزارة الداخلية مبارح في استهداف خليتين إرهابيتين واحد من أفراد هذه الخلية كان مشتركا في اغتيال الشهيد عاد الرجائي ضفتي النهاردة الكاتبة الصحفية الكبيرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة الصديقة العزيزة الأستاذة سميها زين العابدين وحشتني يا تامر إزايك وحشتني كم الدم جدا صدقني والله أنا مهما أعقول أو أتكلم مش حاجة غير الكلمات اللي أنا بقولها فعلا من قلبي أنا سجدت لربنا مبارح شكر أنت عارف ويمكن زميلي كلهم عارفين ارتباطي بعاد الكوزي مش ارتباط زوجة بزوج لأ إحنا قصة حب غريبة جدا 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 إحنا اخترنا بعض مرتين مرة لما جيه يتقدم لي ومرة لما الدكاترة قالونا مش هينفع تخلفه غير لما كل واحد فيكو ينفصل وتتجوزه كل واحد يخلف فكان الاختيار التاني والأقوى يعني لن أنسى كلماته أنا بكتب كتاب عنه عشان أسجل كل حاجة إنسانية كنت بعيشها خلال جوازي وخلال خطبتي ليه قال لي هتسيبيني يا سامية والدموع كانت في عينية فقلت له ده أنا اللي خايفة أني أنت اللي تسيبني قال لي أنا عارف أنت بتحب الأطفال قد إيه قلت له وأنت بتحب الأطفال والله بالنص سدر لو واحد سيناريست بيكتب يمكن يخطأ في الكتابة هذا ما حدث فقال لي والدموع بقى نزلت وأنا عادل عمره في حياته ما بكى عمره لأول مرة أشوف دموعه كانت آخر مرة فقال لي أنا ما قطرش أتخلى عنك ولا أسيبك أنت بالنسبة لي كل حاجة فقال لي أنا كمان أنت بالنسبة لي كل حاجة أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله العلي العظيم هذا حدث كان قاعد كده وأنا في وقفة كده دخلة من الباب أعدت تحت رجليه والله يا تام صدق أعدت تحت رجليه ومسكت إيده وأنا ضعيت قلت له أنت كل حياتي وأخذنا قرار يومها أننا ما نسمحش الجنس بني آدم لا من عائلتي ولا من عائلته ولا من أصدقائي ولا من أصدقائه أنه يكلمنا في هذا الموضوع وتقفل وده اللي أنت سمتين نحن اخترنا بعض لمرة تانية وده كان الاختبار الأصعب وده الاختبار الأصعب صحيح صحيح جينا روحنا عمرة في 2004 لا كان فيه بقى صورة ولا فكرة صورة ولا حاجة خالص مصبوط ومش عايزة أقولك أن أنا عملت خنائة عشان عادل جزي يطلع لأن أكتر من مرة نحدد وحروح أقدم يقول لي لأ ما إحنا عندنا فيه مشروع مش هارف عادل فالمرة دي قلت له أقسم بالله لطلع العمرة من غيرك فكانت خنائة فقال لي طيب قدمي فسفرنا ما قدرتش أقول معنا وإيه والله العظيم يا تامر في العمرة الرابعة طفنا وكأن فيه حد بيوشوشني الكلام ده عائلتي وعائلة عادل عارفينه لأن يومها اتقالي لما رجعنا خشوا بوسوا الحجر الأسعد احنا كنا في رمضان فبصي قلت له عادل خشوا بوسوا الحجر الأسعد فبصي لي كده قال لي شايفة قلت له خش والله ما مر كده دخل هو فيه وأنا مشي جنبه كأن الناس بتتوسع والله أقسم بالله العلي العظيم دخل باس الحجر الأسعد قلت له الدور علينا فأنا واقفة قدامي ست كفيفة فالحارس اللي واقف انتو ما عندكم ضمير ما عندكم أخلاق اتركوا هالمرأة الكفيفة تقبل الحجر الأسعد فهي تبوس وانا بوس سبحان الله سبحان الله المشهد التاني أنا ليه ببدأ ده عشان هقول حاجة مهمة قدل جينا نصلي أمام مقام سيدنا إبراهيم الناس بتصلي على الخط مش مشكلة المكان فدي قدامي المقام بالظبط فصليت أنا وهو في مقام إبراهيم وصلينا في حجر إبرا إسماعيل وده نادرة لما الناس وبالت رفت بعيني لقيت تحت باب الملتزم فاضي قلت له تعالى نصلي تحت باب الملتزم والله زي ما بحكي لك كده قال لي العساكر مش هبقى قلت له بس تعالى بقى ننوي أربع رقعت عشان لو جينا صلينا رقعتين وسلمنا وجينا نصلي رقعتين تانية العساكر مش هتسلمنا وفعلا صلينا بقى هم وقفيني الجنون إيش دول جابهم إيش مش عارف كده صلينا فوقفت قدام باب الملتزم وإحنا مسكين التوب بتاع الباب فقلت له عادل دعوة باب الملتزم لا ترد والله ده حصل وأنا حج بيط الله مرتين مرة لي ومرة في 2017 لعادل قلت له أقف ادعي نفسك ودعي لي ودعي لإخواتك وولادهم وأنا طلعت ورقة طويلة قد كده كل اللي كان مكلفني بدع بطلعته وقفت أدعي لأول لكل من أميني كويس وبدأت أدعي بقى النفسي لأول إخواتي وبدأت أدعي النفسي فدعيت ليه بإيه إحنا ما يكلفناش ودكاترة لما فيه دكتور قال كل شيء وارد بأمر الله طبعا تركوا أموركم ربنا ونعم بالله فروحت وقفة بين إيدين ربنا وبدعي بكل تجلي ومغمض عنية وبدعي ليه بكل حرقة ربي لا تزرني فرضا وأنت خير الوارسين يا رب رزقني أنا وزوجي بطفلة أو طفلة يملوا علينا البيت وقعت أبتعي أنا سمعه بيهامهم شوية الهامهمة بدأ صوته يقلع شوية بس مش سمعه لحد ما لقيته بيقول إيه يا رب كرمني بالشهادة يا رب يا رب كرمني بالشهادة يا رب يا رب كرمني بالشهادة ودي دي بقى إيه عمالة ترتفع أنا جالي زهول بطلت ضعه وعمالة أبو الصلو بزهول وبعمالة أقوله يا عادل يا عادل ما بيردش يا عادل يا عادل روح تهزاه يا عادل فأخو هو كان في لحظة تجلي ورب العزة استجاب فطوله أنت عايز تحرق قلبي ده أنت كل حاجة بالنسبالي أنت وقت بتدعب الشهادة وإحنا في حالة حرب والله ده حصل صدق هذا الكلام حصل بالحرف صدق فأنا إيدي بعمله كده وبإداية وأنا بتضايق فرح بسك إيدي دي كده ورح منزلها لتحت كده يا عبيضة ده أنا هاخدك من إيدك وادخل بيك الجنة معرفتش أردت عليه كمنا برا السعي وقعدنا كمنا صلاة لحد المغرب وجرحنا صيامنا بمية زمزم وصلينا المغرب وجري على الفندق عشان نفتر فقررت عليه نفس السؤال كان رده إيه وكل العسكريين اللي بيسمعوني دلوقت وطلبة الكليات العسكرية عارفين اللي أنا حقوله ده قال لي طب يسألي كده السبطات اللي موجودين من أكبر ردة من أصغر ردة هيقولولك إن ده أمل ودعاء كل فرد في الكوات المسلحة ما قال ليش ظابط قال لي كل فرد والله ما قال لي ظابط يا تامر قال لي كل فرد قال لي أنت عارفة أول يوم دخلنا فيك كلية الحربية وإحنا قاعدين على السرير نوبة نوم كان بيقول لنا الحكمدار بتاعنا إيه اقرى الفتحة للشهيد اللي كان نايم على سريرك دي عقيدة دابط الجيش وضابط الشرطة صحيح اللي الخوانة عايزين يهدوا جيشنا وشرطتنا طيب أنا هرجع لك لفكرة الخوانة دي وحنكلم فيها شوية بس خليني برضو أرجع لأنه حقيقة أنا معجب جدا بالسيناريو اللي ربنا بيحطه دايما علشان يبرد نارنا طبعا وعلشان يورينا علامات على إن إحنا ماشيين صح طبعا إحنا دي اللي هي البلد والوطن والناس طبعا إحنا طول السنتين ثلاثة اللي فاتوا منذ استشهاد الشهيد عادل اللي الله يرحمه الزكرة الثالثة 22 عشر اللي كي يتمر شوف ربنا حد يعمل عليك بيطبطب عليك مصبوط أنا بقول لك سيناريو ربنا يعني لو إحنا دعينا مش هيحصل أحسن من الوضع اللي عامله الخالق سبحانه وتعالى إحنا طول السنتين ثلاثة اللي فاتوا دول إحنا بنصبرك وبنوسيكي وبنقولك شد حيلك وأنت مرات بطل بس أنا متهالي مبارح بس أنا أقدر أقولك الله يرحمه البقاء لله وأقدر أعزيكي طبعا وأقولك رفعي راسك أنا عايزة أقول كلمة لولادي رجال الشرطة البواسل من أصغر زابط لأكبر ردة ومن أصغر جندي لأمين شرطة لوزير الداخلية اللي أنا أعرفه من زمان قوي وهو كان نمرة تنين أو نمرة تلاتة في الأمن الوطني في الأليباي وتربطني بي علاقة محترمة لأنه رجل محترم جدا جد جيشنا وشرطتنا والله كلهم محترمين صحيح وأي عنصر فاسد الجيش والشرطة بيبتروه بس عشان الناس تبقى فاهمة كلام مظبوط مليون في المية أنا الشرطة المصرية ودي كانت حاجة غريبة جدا يا دامر يوم 24 ديسمبر 2016 بعد استشهاد البطل جالي تليفون من وزارة الداخلية الساعة واحدة بالليل بأنه تم تصفية اتنين من خلية ما هو اللي اختلوا عادل مجموعة خلية كانت موجودة مظبوط من خلية لواء الصورة المزعوب بأنه تم تصفيتهم ومش هنسى هدية الأمن الوطني لي في يناير في عيد الحب وهم بعتين لي صندوق زجاجي أبيض في فبراير بقى في فبراير آه صندوق زجاجي أبيض فيه الكاب بتاع عادل اللي سرقوه الخوانة الله من العربية بتاعته وفيه مصحف وعلم مصر وعلم وشعار الداخلية والأمن الوطني أنا حطاه في مدخل باب الشقة لأنه فخر لي طبع ويوم ها الداخلية سلمت السلاحي قالي بتاع العسكري الحرس بتاع عادل اللي سرقوه من العربية فسلموه للفرقة في مارس 2017 اللي أنا فلان الفلان من الأمن الوطن أبريك لك وأقول لك أن العنصر التالت تم تصفيته وأنا في مؤتمر الرئيس السنة اللي فاتت تم إبلاغي بقتل ثلاثة من خلية نفس الخلية المجموعة اللي خططت اللي نفزت للعكيزي وللشهيد اللي هو عاد الرجائي والعدد من عمليات الأرهابية تم تصفيت ثلاثة وستة أبض عليهم التقريض بواحد منهم في قناة الدي ام بسي مع زمنة ردوان وكان معايا والدي الاثنين جندي من الأمن المركزي اللي تم اغتالها ناس بسيطة قد إيه كنت سعيدة ومع الناس دي كانت بتتكلم ببساطة شديدة جدا بتتكلم من قلبه فكلامه طالع بدرجة أن هم قالوا إيه إحنا هنسيب الأستاذة سنية تتكلم نيابة أنا عند على الهوى بساطة غير عادية والله زي ما بحكي لك كده انبارح يصدر الحكم فيهم بالمؤبت الستة في نفس اليوم اللي تم اغتيال فيه هذا التكفيري القيادي اللي أهله مبلغين أنه هو مختفي قصريا هو والتمانية التنين ما هو الاختفاء القصري بنكتشف أنه هم قاضى إرهابيين صحيح صحيح وربنا يريد أن يجيني الخبر ده سبحان الله عشان أعمل احتفال هتيجي فيه وكل مصر تيجي فيه هعمل احتفال ما حصلش ومش هيحصل في ذكرى يوم الثلاثة اتنين وعشرين اكتوبر اكتوبر وكأن السماء بتقولي هم اختلوه في العبور وإحنا هنقتل اللي اختلوه برضو في العبور اي كلام ممكن اقوله سبحان الله لرجال الشرطة البواسل الحقيقة عاملين جهد عشان كده بيتضربوا صحيح وانا الحقيقة يوميا يوميا هم موجيش قدر الامكان بحاول ان انا اوصل لستادة المشاهدين ولو نبدأ صغيرة من جزء يعني من كل للمجهود الخرافي اللي بيبذلوه مش بس القطاع الأمن الواطر القطاع الأمن الواطر في الصدارة لان هو في وش المدفع اللي بيحارب الارهاب لكن كل القطاعات وزارة الدخلية الحقيقة كل ظابط وكل فرد أمن بينزل من البيت وهو شايل روحه على كفه قبل ما بيفتح الباب وامراته مش عارفة هو راجع لها ولا لا قبل ما بيفتح الباب صحيح هو مش عارف حيلحق يوصل لباب العمارة مصبوط ولا هتجيله الرصاصة صحيح نفسي أقول للمس حاجة فضلي يا ترى ما فكرتوش وانتو بتديوه سوشير على فيديوهات بتهين جيشي اللي جوزي شهيد منهم وشرطتي اللي فيهم شهداء ما فكرتوش ان ده بيدبح أسر الشهداء اه والله يا صدق ما فكرتوش ان احنا بنموت ألف مرة وانتو بتعملوا شير لفيديوهات بتنال من بلدي ومن قرامة بلدي ومن جيشي ومن شرطتي ما فكرتوش ان انتو بتتبحونا ألف مرة أنا الحد المهاردة يا تامر بسمع صوت المفتاح في معهد رجوع جوزي انتو متخيلين ان احنا قاعدين ناسين احنا كل ركن في الشقة كل مكان خرجت فيه مع جوزي انا وكل الزوجات وكل الأمهات والأبناء اتفكرنا بيهم ما فكرتوش ازاي الليل بيمر علينا ما فكرتوش ان ما فيش مناسبة بتبكينا ما فكرتوش ان ما فيش حاجة بتفرحنا انتو ليه بتحققوا الأعداء مصر انه هم يهدوا مصر هم مين اللي بيعملوا الحملات الإلكترونية يا تامر مين غير أعداء مصر صحيح أنا جاية النهاردة عشان اقول ده للشعب انتو بتقتلونا احنا أسر الشهداء بتقتلونا مية مرة بل انتو بتقتلوا بقديكم كل شهيد استشهد بل بتقتلوا كل مصاب من العمليات فقط جزء غالي من جسمه حرام عليكم حرام عليكم تبوزوا كل مجهود الدولة المصرية حرام عليكم ان انتو تدوا فرصة لأعداءنا يا تامر انا جوزي تم اختياله ليه يوم 22 عشرين عشرة عشان كان مخطط حداشر حداشر جوزي قائد فرقة منوطة بحماية القاهرة الكبرى وفرقة مدرعة عشان الفرقة التانية مشاه الاتنين بيحموا جوزي كان في نطاقه حوالي 6 او 5 محافظات والفرقة والتانية نفس القصة طيب لما يضربوا قائد فرقة وده كان تغيير نوعي في العمليات صح جوزي اكبر رتبة واكبر منصب بعد استشهاد الفريق عبد المن عمرياط جوزي اتكلمت عنه وكالات الانباء العالمية وعزت فيه صحيح صحيح لانه مصاب جلل مصبوط لا بس انا عايزة اقف قدام نقطة انت قلتيها سلسة مية والحقيقة يعني انا قاسب بس مكنش عايزة اقطعي لان انا مقدر اللي انت بتقوليه وحسه وبتضمن معاك فيه مليون في المية كل كلمة انت قلتيها وانا باحترم طبعا مشاعرك وحتى بقى اقدس دموعك دي لان الدموع الصديقة دي هي اللي بتوصل للقلب لكن انا رحية متضمن معاك وارجو ان انتو تفهموا الكلمة المهمة اللي قالتها الوسلا سامية وانا قلتها لكم من كام شهر لا من كام شهر من حوالي شهرين كده لما حصل الحدث المؤسف بتاع محيط القصر العيني وبرضه طلعت بعض التعليقات وبعض الكومنتات وبعض صور فيديوهات السخيفة اللي عايزة تحبط الشعب وتكسر بقديف وتعمل فتنة وواقعة ما بين الجيش والشرطة والشعب وانا ساعتها والله ما كنتش عرف ان ده الاحساس الحقيقي بس انا كنت بتصوره قلتلكم كده قلت كل واحد كاتب تعليق سخيف او بنزل فيديو سخيف قبل ما يدوش شير يقوم حاطط صورة زوجة الشهيد قدامه وساعتها يفكر هل هيجرؤ يدوش شير ولا لا يبصلها في عينيها كده وهي شايفة وهو بيشير الفيديو اللي بيتهكم على جوزها الشهيد او على حتى لو مش عسكري او بتاع حتى من الشهداء اللي سقطوا من المدنيين في الواقعة والعملية بتاعة الاصر العيني بس الحقيقة انا مهما كنت قلت لان انا الحقيقة انا معنديش شهداء في أسلتي وده شيء يعني يخليني اتمنى انه حتى ربنا يكتبنا كلنا الشهداء ونبقى كلنا مشاريع شهداء لهذا البلد لكن انا كنت متخيله لكن عمري ما كنت متخيل انه بالواقع ده عند الاستاذ سامية وعند كل اصل الشهداء وزوجات الشهداء وامهات الشهداء الا لما طلع هذا الكلام هو ده الكلام اللي طلع زال رصاص لانه انا بصراحة واجعني واتمنى انه يكون وصل في ناس وانا عايفة الاستاذ سامية هتتفق معاه في هذا الكلام في ناس مغرضة الكلام ده مش هنقصر فيها طبعا في كلام ناس مغرضة يأم مخسول دمخ خلاص او مأجورة او مزعومة او 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 دول خلاص دول مش تعف تتحاول معاهم لان عنده هدف وبيمول من اجل الهدف فهذا مرتزقة ارهاب فخلاص ده ما ينفعش نتكلم معه لكن اللي بتقول عليه الاستاذ سامية ده النوعية اللي للأسف ماشي قطيع ماشية زي القطيع للأسف فهم انها بتحب بلدها وهي في الواقع بتكسر في بلدها طبعا فهم انه الديمقراطية ان انا اقول رأي حتى طبعا الديمقراطية تقول رأيك بس زي ما قلت لكم بارح قمة الديمقراطية هو الاختلاف في الوطن مش الاختلاف على الوطن ودي قصة كبيرة فانا بشكرك الحقيقة رغم انه موقف صعب بالنسبة لك بس انا بشكرك لان الجسدتي الواقع اللي انا بحاول اطالب به من سنين وهي فكرة شير في الخير اعمل شير في الخير اوعد ساهم في ان انت تبقى اداة لوصول الشر والله العظيم يا تامر وانا بحلف بالله وهو قسم عظيم صدق ان انا على صفحتي اكتر من مرة حطيت ايدي كده وانا متأكدة اللي بيكلمني ده زابط في المخابرات وقبل ما يعمل لي بلوك كنت باخد الكون بتاعه وصوره كتير ما يعرفوش ان احنا الاعلاميين والصحفيين تقصدك زابط وخبرات دولة اه طبعا دولة اجنبية دولة اجنبية ويتعمد يكلمني باللكنة العربية ما هو احنا فاكرين ان احنا سوزك لابسين البتاعد السلطنية هم اللي هيلبسوا السلطنية ان شاء الله وكشفتوا قدام الناس فعمل بلوك انا الحقيقة بتمنى ان شعب مصر كله بجد ياخد زمالة كلية الدفاع الوطني او ياخد الدورات بتاعت الامن القومي انا اللي هي الشرف ان انا خدت ست دورات تسقفية وخدت زمالة كلية الدفاع الوطني وان شاء الله اخلص الماجستير في اكاديمية مصر عز كريم بسم الله بشاء الله اتعلمت كتير قوي قوي طبع طبع 30 سنة بغطي مؤسسة العسكرية فتعلمت منها كتير طب انت رأيك ايه في المشهد بتاع اليومين اللي فاتوا دول حالة الصداع والدوشة والهوجة اذا جاز التعبير شخص انا ما بتعرف ان بحبش ان انا اتطول في الكلام لكن شخص مزعوم رقيع شخص مزعوم لا قيمة له على المستوى الفعل يعني تقولولي عمل كذا او عمل كذا او عمل كذا مفيش ادعى الدعاءات وزعم زعمات وافطر افطراءات وفي ناس مسدقات ما هي دي القصة انا وزيانا قلت للمشاهدين مبارح انا مش قصتي فيه انا في القصتي بالزبط انا القصتي فين احنا على اي اساس وفي بعض الناس ودي ارجو نقطة برضو ممكن تشرحيها للمشاهدين بشكل عملي اكتر في بعض الناس وزي ما حصل شوية في 2011 في بعض الناس بيبعنده مشكلة تانية خاص واحد يكون عنده دقيقة مالية متعسر مع بنك عنده مشكلة صحية في مستشفى بشي عارف ايه اه حصل له مشكلة مع الزابط في اسم اي حاجة بتحصل من اللي بتحصل لنا في الحاجة تلاقي تضامن مع الشخص ده مع انه ماليش علاقة بالكلام وهو مش بصدقه بس هو اي غضب وخلاص فالحقيقة احنا بنرتكب حباقة واخطاء ومش فاهمين انه احنا هو كلمة الوطن الوطن دي كلمة على فكرة يعني ايش بالهاء اه حلمة لها سقلها طبعا الوطن دي هو احنا طبعا يعني فكرة انا بكسر في الوطن بكسر في الوطن بكسر في الوطن ايه ما انت بكسر فيها وفي ولادك وفي احفادك فانعايز اعرف فكرة حالة الدباب اللي عند دماغ ناس كتيرة دي تتشالي ازاي الدباب دي نفوضوا زمع لعنيهم ونشوفوا الحقيقة زي ما احنا شايفنا او على الاقل زي ما احنا بنحاول نشوفها ما حدش بيمتلك الحقيقة طب تيجي نعمل مبادرة من البرنامج النهاردة طب ديلي انا بقول لسيد وزير التربية والتعليم وسيد وزير التعليم العالي وزير الداخلية والسيد والسيدة مدير الكليات العسكرية شرفوني بان انا اروح ادي لولادي طلبة كلية الشرطة بسنواتها وكلية الحربية واتمنى ان انا ادي باقي طلبة الكلية العسكرية وكان لي سعادة باهرة لما شفت ولادي في كلية الشرطة في سنة رابعة السنة دي وجدتهم السنة اللي فاتت في سنة ثالثة جوم يجروا علي عشان يسلموا علي انا كان نفسي اخدهم في حضني وابوسهم بس انا عارفة ان الزي العسكري وهم موجودين وسط المدنيين لهو حبته واحترام لكن قلت لهم انا نفسي اقبل كل واحد في جبينه وهم بيقولولي يا ماما انا بتمنى من ولادي طلبة الجماعات المصرية كلها وطلبة سنوي زي ما ولادي في كليات العسكرية والشرطة بيقولولي يا ماما هم كمان يقولولي يا ماما انا اتحرمت ان انا اكون ام رغم حبي الشديد للأولاد والاطفال انا بعتبر ولاد مصر كلهم ولادي بجد وانا بقول لمعالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ولفضلت الامام الأكبر عشان الأزهر انا على استعداد اجوب كل كليات مصر ومدارس مصر ادخل قديلهم محاضرات عن الحر الرابع والجيل الخامس وما تتعرض له بلادنا احنا نسينا في التعليم ازاي نأمن عقول ولادنا صحيح سبناهم حاجة خامة طرية يلعبوا فيها ويكسروا فيها اخترقوا اعلامنا مع الاسف احنا محتاجين اعلام حرب موجه زي الاعلام الموجه لينا علينا بقى اي موجه علينا من تلك الدول التي تريد تكسير الدولة المصرية صحيح واللي مش هيسبونا في حنا لان هما مش عايزينك تعمل كده هما عايزينك تعمل كده صح هما المخطط الاول بلان اي بتاعهم فشل في 30 يونيو وعندهم بلان بي وبلان سي ومش هيقاسوا وكان بلان سبتمبر 2016 ولما اختالوا الشهيد كانوا فاكرين ان هما هيكسروا الجيش وهيكسروا ارادة الشعب وفي ناس تلعت وفقا للجان تشتم في الجيش وفي الرئيس ازاي يسيبوا قائد عظيم كبير بدون حماية وافتكر لما انت عملت معي المدخلة قلتلك يا استاذ تامر يا ترى الجيش المصري هيجيب جيش تاني عشان نحط على الجيش جيش يحرصه صحيح في اي بلد في العالم اذا هما بيحاولوا ينالوا من بعض الحاجات لان هؤلاء اسمح لي ان انا اقول عليهم حسالة هؤلاء الحسالة ليست لديهم القدرة على التفكير ولا وضع الخطط هم اداة اداة الفئدين من هذه الدول المخابرات اداة للدول اللي مش عايزاك تكبر ومش عايزاك تقف لسبب واحد هم عندهم حاجة واحدة بس من النيل الى الفراد دولة اسرائيل بس عايز اقولهم كلمة في دينا نهايتكو قررت نحن في اخر الزمان افعلوا ما تشاءون ولكن انتم الخاسرون قلتها الاوباما وهيلاري كلمتون في 2011 و12 انتم تراهنوا على الحصان الخاسر وما عندهمش القدرة غير ان هم يراهنوا غير على ده لان هدفهم واحد من سنة 1800 وكذا لما اجتمعوا في بريطانيا صحيح ووضعوا بروتوكولات الصهيون ووضعوا مؤتمر هرزل مش كده هو ده المخطط اللي هم مشين عليه وبيجددوه وما كانوش متخيلين ان مصرحة تنجح في 6 اكتوبر وان احنا حنقف على رجلينا فقالك نكسرهم بحرب داخلية هم اللي قتلوا الرئيس انوار السادات وهم اللي قتلوا الملك فيصل وهم اللي قلبوا نظام الحكم في ايران عشان المخطط بتاعهم يكمل عشان يبقى فيه حرب بين سنة وبين شيعة عشان يبقى فيه حرب بين السنة والسنة بس عايز اقول حاجة لجماعة الاخوان لقد بشركم الله رسول الله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بانكم جماعة فرق فانتم في الدرك هي جماعة واحدة بس واحد وسبعين فرقا جميعهم في النار عدا واحدة فطرى من تلك الجماعة الناجية هل هي احدى الجماعات السلفية هل هي احدى الجماعات الاسلامية هل هي جماعة الاخوان هل الوهابية هل العلوية هل الشيعة بمية وعشرين مذهب ام جميعهم بقى في النار لانهم قسموا الدينة وجعلواه شعبا وفرقا فحق عليهم قول الرسول جميعكم في النار ربنا يقينا واياكي شر النار استرى سامي انا الحديث معكي ممتع طول الوقت ما بحبش انه يجي وقت الختام بس طول الوقت انا بحسدك على على الطاقة اللي عندك وكل مرة بلتقي بيكي برجع البطاريات كلها مشحونة وعندي طاقة ايجابية ومش بس حب الوطن فكرة الصمود والتحدي ليه كلمة اخيرة ارجوكي تفضلي طبعا ارجوكي تفضلي بوجه رسالتي لجيشي وشرطتي فخري وعزتي ولد بلدي اللي كل يوم وقفين بيدفعوا عن عرضي وعرض كل مصرية وعن شرفي وشرف كل مصرية عن تراب بلدي المقدس اللي كنوز الدنيا ما تسويش فيه حتة صغيرة رملاية واحدة بوجه رسالتي للرئيس بقوله سيادة الرئيس احنا أسر الشهداء خط الدفاع الأول وراجشنا ورى شرطتنا واحنا مش أقل حبا وقرامة ونضالا من أجل الوطن وبقول لشعب مصر عيب عيب ان انتو تستمعوا لفنان رقيعة وراقصة رقيعة بيشتموا جيشكو وشرطتكو اللي واقفين بيتلقوا الرصاص اعملوا حساب أسر الشهداء واعملوا حساب الشهداء اللي حزانة في السماء مما تفعلون من شير على فيديو رخيص وتحية مصر تحية مصر تحية مصر تحية مصر بشكرك شكرا جزيلا أستاذة ساميزين العبدين الصديقة العزيزة والكاتبة الصحفية الكبيرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة والحقيقة انه كل كلمة قلتها كانت خارجة من القلب انا شخصيا وصلاني ودخلت قلبي واعتقد انها هتعمل نفس المفعول بشكرك اه طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا على اللفتة رائعة الأستاذ ساميزين يعني انا اقل من ان انا اكرم منها بس يعني افعلها دايما بقول لحضراتكم الأستاذ ساميزين لا يمكن توقع ما تفعله الحقيقة اللفتة رائعة اخذتني واثرتني حملة بنفكر لبكرة يعني ممثلتها في الأستاذ ساميزين بتكرمني انا بشكرها شكرا جزيلا على شارة التقدير حاجة محترمة جدا ولفتة جميلة جدا ويا رب دايما نكون عند حسن ظن الناس والدولة والشعب ونكون بنحاول بس ان احنا نعمل حاجة مش بالكلام بالفعل نبني بيها البلد شكرا جزيلا ونحاولين كلكم يوم اتنين وعشرين عشرة في افتتاح المدرسة الرسمية الشهيد اللواء عيد الرجائي المدرسة الرسمية للغاية بالعبور بسم الله ما شاء الله واحتفال عظيم بانتهاء هذه الحركة ونحن منتظرين حركة اخرى زي ما بيقولوا كده في رجال المخابرات المصرية ننتظركم في جوالات اخرى ونحن المنتظرون ومعانا ازاست العرق سوس وانا لمنتصرون باذن الله يرونها بعيدة ونراها قريبة شرفتين يا استاذة ودايما بسعب بيك شكرا جزيلا شكرا لكل الناس وشكرا لكل زميلي اللي موجودين ولادي لانهم كلهم شباب صغير امل مصر ومستقبلها احنا مروحين وانتوا اللي بقيين ان شاء الله ان شاء الله نورتيني رغم ان انا ممكن اكون سنك او اكبر بس ممكن اقولك نورتين يا ماما يا ريت انا كلمة دي نفسي اسمحها من الصغير والكبير اولتين يا ماما ربنا يخليك بشكركم شكرا جزيلا سيب حضراتكم مع الفقرة الطبية وبعدين زميلي محمود وحيكمل معاك وجمع سبت حد وانا بستقدن حضراتكم في اجازة يومين الاتنين والتلات اللي جايين انا مش موجود معاكو عشان عندي صفرة خارجية وان شاء الله هرجع قابلكو يوم الاربع اللي جاي في اخر النهار لما ربنا ندينا العمر سيبكم دايما في امان الله اجهزة لتقوية شبكات المحمول غير معتمدة من الجهات المعنية ومحظور تداولها بالاسواق يبيعها شخصان بالمخالفة للقانون بالقاهرة الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تمكنت من ضبطهما وبحوزتهما عشرون جهاز تقوية شبكات محمول وثمانية وخمسون هواء داخلي وخارجي وثمانية وعشرون مشترك هوائي واربع كاميرات صغيرة مزودة بشريحة محمول وسبع عشرة مرآة سيارة بها كاميرا مزودة بشريحة محمول ومئة واربع واربعون كاميرا اجهزة انزار تعمل بالانترنت وسلاسة مقوي شبكة مزودة بشريحة محمول ورشة لتصنيع الاسلحة النارية دون ترخيص بمركز البداري ضبطاتها مدرية امنة السيطة الورشة يدرها مزارع بداخلها مجموعة من الاسلحة النارية واجزاء منها اضافة الى عدد وادوات تستخدم في تصنيع السلاح نحو سبعة عشر الف لتر سولار ومنزين مدعم اضافة الى اربعمائة لتر زيت سيارات ضبطتها ادارة مباحث التموين بمدرية امن القليوبية بمخزن بالخنكة قام تشكيل عصابي تخصص في تجميع وتهريب المواد البترولية بتجميعها بقصد بيعها بالسوق السوداء وهو ما يعد استلاءا على اموال الدعم المخصص من قبل الدولة لهذه المواد وتم التحافظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في ضربة امنية ناجحة احباط محاولة لتصنيع العقاقير المخادرة موسيقى فقد استهدفت الادارة العامة لمكافحة المخادرات بالتنسق مع قطاع الامن العام ومدرات امن الغربية مخزن لتصنيع مخادر الترامدول وانتاجه بكميات كبيرة ويقوم القائمون عليه من العناصر الاجرامية الذين تم رصد نشاطهم الاجرامي بترويجه حيث تم ضبط اثنين منهم كما عثر بداخل المصنع على ما يقارب اربعة وتسعين الف كرس مخادر العقار الترامدول وعدد من البراميل التي تحوي مواد خام تستخدم في صناعة العقاقير المخادرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وثماني ماكينات تستخدم في التصنيع واقر المقبوض عليهم بنشاطهم الاجرامي في تجهيز واعداد المواد الكيميائية والخامات والادوات المستخدمة وذلك في تصنيع وكذلك ترويج مخادر الترامدول والعقاقير الطبية بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدين ومتابعين وفقرتكم الطبية الاسبوعية في برنامج اخر النهار النهاردة حملة سلامتك هتهتمد موضوع اعتقد انه هيهم كل الامهات وهو موضوع نقص هرمون النمو عند الاطفال يا ترى ايه اعراضه شكل الطفل بيكون عامل ازاي هل يعني بالضرورة يبقى له طول معين وزن معين ام تعرف ان ابنها عنده نقص هرمون النمو منين ده اللي هيكلمنا عنه دكتور سامح توفير استاذ طب الاطفال والغضد الصماء والسكر الاطفال منوارنا يا دكتور ربنا يخلى حدقتك احنا عايزين نعرف ايه هو اصلا هرمون النمو ده هرمون النمو ده عبارة عن هرمون بيطلع من المخ المخ هو الميسرو بتاع الجسم بيطلع من الغدن وخامية والجزء الامامي منها وبيوحل بنسب قليلة جدا حاجات يعني بالمايكو جرام والنانو جرام يعني كمية تلاته تبقى مفيش لكن بتروح على اضاء الجسم بتروح على العضلات بتروح على الانسجة بتروح على الكبد بتروح على كل حتة في الجسم بتبني اضاء الجسم وبتزبط السكر في الدم وبتزبط الضغط في الدم وبتزبط حيوية الجسم وكل حاجة في الجسم وبتزبط الطول لما بتروح على العب طيب يعني الام تكتشف امتى انو ابنها عنده نقص في حاجة هي طبعا هتيجي للدكتور ويقول لها ده فيه نقصة في الهم إنما تكتشف إزاي إيه الأعراض اللي ممكن تباني عليها الهم بتكتشف إن هي طفلها طوله ما بيزيتش بمور الزمن بمعنى إن نفس الجزمة مقاس الجزمة هو هو ما بيزيتش واحد اتنين اللبس بتاعه هو هو ما بيتغيرش دول أهم حاجتين تالت حاجة طبعا بالنسبة لزميله في الفاس في كلاس أو سواء في النادي بيلعبوا أي لعبة أي لعبة يعني فيه فرق بينهم مقارنة بينه وبين دفعته أقل شوية أقل منهم بالضبط طيب أقل شوية ولا أقل كتير لإنه ممكن يبقى طبيعي إنه مثلا في الرينج والقصية ما هو ده اللي بيخلي الأم تشك لما الأم بتشك بتروح الدكتور بتاعها بقى عشان يبدأ يحدد لأن سعيتها بيتحط على منحنيات بيانية للطفل بالجنس والسن ولي حاجات في مصر مخصوص بالنسبة لنا لأنه كل منطقة بيبالية المرحنية بتاعها وبيتتابع الطول مع الدكتوري وتشاف هل في زيادة في الطول مناسبة ولا لأ طيب يعني هي كده مش هتقدر تحدد إنه هو عنده نقص هرمون نمو لا لا إلا ما يدخل مدرسة ويتقارن هي بتشك بيبع عندها شك إن احتمال يكون عنده نقص هرمون نمو فتبدأ تتابع الدكتوري المعالج بتاعها عشان يبدأ ياخد الخطوات الإيجابية المفروضة إنه هو يعملها طيب هل بيفرق بقى هي راحت متأخر ولا راحت بدري يعني راحته عنده أربع سنين ولا راحت عنده عشر سنين طبعا كل ما تروح بدري كل ما يكون أحسن عشان بتقيم مضبوطه بيتم اتخاذ الأجراءات الطبية المطلوبة في وقت مناسب لها لو في نقص هرمون مو البدري إنه تكتب أحسن بكتير عنا نبدأ متأخر العلاج بقى يا دكتور بيبقى إزاي هل داخل فيه يعني أدوية مع طرق أكل معينة ولا الأكل ملوش علاقة الأكل الأكل العادي والغذاء الصحي العادي والنوم هو النوم العادي اللي هو ست ساعات سبعة ساعات تمان ساعات دي كلها حاجات اللايف ستايل العادي بتاعتنا ده المطلوب يعني الأكل مفيش حاجات زيادة في الأكل عشان أقول لها حاجاتك لازم مياكل كذا وكذا لا الأكل ملوش طب في حاجة نقص في الأكل يعني ممكن يبقى يصاب بهرمون النوم ومثلا نتيجة نقص حاجات معينة ولا ملوش علاقة بالأكل الأكل الصحي المطلوب إنه هو يتاكل بس لكن مفيش حاجة مخصوص مثلا بتزوج نتيجة تش أكل صح يا دكتور برضو عشان نتفق مع بعض أنا مش بكلم عشانك فود وكلام معندا ده ملوش علاقة لا 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 الهرمون نوم هو مسؤولة حاجة معينة نسبيا الطول أساسا حاجة بالمخ ملهاش علاقة بالأداء حاجة في المخ يعني إفراز معين بيطلع الهرمون نوم هو دوت من الغدة النخامية الأمامية وبيروح للكبد وبيضبط السكر في الجسم وبيطلع من الكبد بيشتغل على العظم وخلايا معينة في العظم وبيوقع على العضلات وبيبني العضلات وبيبني الخلايا الموجودة في العضلات وبيضبط التوازينات في الجسم طيب لو اكتشفت وبدأت تاخد العلاج إيه هو العلاج اللي بيحفز بقى هرمون النوم هو اه هو ما قدرش اقول في عليه فيه Burdin prix بيحفزه هرمون نوم هو لكن اقول لحضرتك إن فيه هرمون النوم هو اللي هو بيتاخد اه يعني هابتاخد هرمون نوم اتخد هرمون نوم هو ناقص؟ بيتاخد هرمون نوم هو ناقص؟ بالزبط كده لكن ف turnout like yeah näこと يبلغو unrealistic مافيش حاجه بتحفزه هو ناقص تاخده اصلا هرمون نوم هو ده حاجة باتنينة إما ما بيطلعش من غدة النخامية أو نقص في فضل غدة النخامية فما بيطلعش أو أن في حاجات متلازمات بيطلع لكن مش شغال كويس فهو الأساس دي بقى جرعاتها مختلفة لكن الموضوع مش موضوع نحن الوقت نكلم عن جرعات بنكلم بأيما نقص أو عدم نقص نقص دي هرمون نمو لما يكون نقص لازم اتاخد هرمون نمو بجرعات معينة كل يوم يوميا مساء سبعة يام في الأسبوع لمدة معينة مدة طويلة خلاص كل يوم سبعة يام يعني لمدة شهور سنة مثلا لأ بص عليتك على حسب هو بدأ امتى وفي حاجة عندنا بنسميها وصل للطول بتاعه المناسب الوراسي بتاعه ولا لأ وعدمه أخبره ايه لان في حاجات كتير يعني العدم لحم ما لحمش طب دي حاجة مهمة لأنه الوقت الأم هتيجي مثلا دكتور وتقوله هيشخص لها ابنك عنده نقص هرمون نمو أتوقع انه الأدوية هتبقى شوية غالية الأدوية يعني نسبيا مش بنفكر قوي في الكوست بتاعتها في الوقت الحالي احنا بنفكر هل في دوائي لإستخدامها ولا فيش دوائي لإستخدامها يعني لو فينا أصل لازم يتأخذ لأن ده هرمون يعني ده مش بيشتغل كطول بس ده بيشتغل كطول وتثبيت السكر وتثبيت العضلات بيبني العضلات المويدة في الجسم بيأسعى الدهون المويدة في الجسم فده جزء من بناء الجسم بناء الجسم مش عملية مشتغل طبعا لأنه ممكن يتاخد عشان كده بقى أسأل حضرتك أنه فكرة استعجال النتيجة يعني الأم تبقى تقول نحن ندفع بقى لنا كتير مثلا أو الحل أو إنه إحنا هنفضل في هذا يعني الاستجابة دايما بتبقى أعلى استجابة في أول سنة دي بتبقى أعلى حاجة لما يكون في ناصف فعلي في عمرنا مو استجابة أول سنة إيه أول سنة عالاج لأن العالاج بيعود سنين على حسب بدأنا عامتا وأحلى استجابة في الأول وعلى استجابة في الأول ودي بتبقى مؤشر كوي مهمة جدا بالنسبة لنا طيب فيه يعني بعد كده تقول لها خلاص الانتفاتك الأطر مثلا؟ لو دخلنا في البلوغ والعظم لحم فده بيبقى احتمال إن هو يزيد في الطول عن طريق هرمون نمو محدود جدا يعني لو فيه حاجة يسمع عمر عظمي سواء للولاد أو البنات 14 سنة للبنات و 16 سنة للولاد لو وصل لهذا المنحنة خلاص العظم قفل فالهرمون نمو لما يوح مش لقى حاجات شغل عليها فالطمنا بيزيتش فده بيقف هل فيه علاج آخر للطول غير هرمون نمو ولا هو فقط هرمون نمو؟ في الحاجة الأساسية ولكن أول سنتين في الزمن في العمر بيبيت تغذية المهمة جدا بالنسبة لك أول سنتين ومعهم هرمون السيروكسن فاع الغدا دراقية ده اللي بيشتغل أول سنتين وبعد كده هرمون النمو في تقصر هرمونات البلوغ اللي هي من 11 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة ده كله بيقص على طول طب حيك يعني تخصص طبعا سكر أطفال وغضد الصماء هل اللي عنده مشكلة في السكر عنده سكر أطفال ممكن تقل استجابته لهرمون النمو ولا دي حاجة ودي حاجة لأ دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة مختلفة تماما بس في أطفال عندهم من حاجتين مع بعض ومعظم الأحيان الطفل هو السكر بتاعه مش منزبط معناه نتيجة مرض مزمن اللي هو السكر يعني السكر مش منزبط سكره عالي دايما ده بيأثر على الطول أكتر منه بيكون نقص هرمون النمو لكن في حالات موجودة نقص عنده سكر والسكر متزبط وفي نفس الوقت هو مصير يعني عنده مبينيشة بس دي حالات مش كتير لكن موجودة طيب إنما فكرة تثبيت السكر للطفل اللي عنده نقص هرمون النمو فيها صعوبة لا لا ما فيهاش صعوبة لا لا ما فيهاش طيب إنت بتتوقف يعني هل فيه وقت معين تقول خلاص ده طول وبقى زيل فلو إحنا هنوقف ولا بنفضل ندي لغاية ما عضمه يلحم بنفضل ندي لغاية حاجة ليما العضم بتاعه يلحم يوصل للطول بتاعه الجيني أو الوراثي أو لأن طول الطفل ده مرتبط بطول الأب والأم بيباليه معادلة وبيتحط على الكيرف لو وصلنا لهذا المنحنة بتاعنا فإحنا كده وصلنا للطريقة اللي احنا عايزين حتى لو ما بلغش الولد حتى لو ما بلغش ها كمان لأن البلوغ بيزود كمان بعد كده طيب أنا أعرف إنه هلمون النمو ده بحقن؟ حقن بحقن مش عن طريق الفم لا لا حقن مفيش حاجة عن طريق الفم خالص حقن والحقن دي بتقتقى تحت الجلد يوميا سبعة أيام في الأسبوع قبل النوم مش مقلمة اللي هي تحت الجلد الزي الإنسولين؟ زي الإنسولين وليها ألم والألم ليه ديفايس والألم اه يعني الموضوع يتعامل في البيت صحيح؟ ما هو لازم في البيت اه اه يعني أقصد مش لازم ينزل وياخد حقنة لا 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 في البيت ويعني طيب هل في سعيد افاكتس يا دكتور في الموضوع ده؟ في الحقيقة سعيد افاكتس نادرة جدا 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 لا تسكر سعب ببقى فيه صداء حالة في المئة ألف سعب حاجات كده يعني لا تسكر تقريبا يعني المفصل سعب بيتأثر حاجات يعني شبه مفيش شبه مفيش ولا فيه دكتور عشان شبه مفيش اه يعني بقول لها حالة في المليون حالة في المئة ألف اه يعني محدش يعلق من الخصة لا في الحقيقة لا طيب ولكن طبيا فيه سعب بيسبب صداء ودي حالات نادرة سعب بيأسعى المفصل ودي حالات نادرة يعني أنا مقولش مفيش أنا بقول فيه أه طبعا كنت عايز يسأل حضرتك انه احنا قلنا طبيا ما بيأسرش هل يؤثر على الزكاء هل يؤثر على أي حاجة تانية هو في الحقيقة ملوش علاقة مباشرة بالزكاء هو العلاقة الاساسية ان الطفل بيكون حالته النفسية كويسة معنويا كويسة زيه زي زميله يعني سيكولوجيكالي أحسن بمعنى صح لكن كتأسير مباشرة على الزكاء ملوش طيب هل فيه ناس ممكن تاخد هرمون النمو ده ما عندهمش مشكلة في موضوع النمو زي العيبة كمان الأجسام ما عرفش ايه الناس دي ممكن تستخدم الهرمون هو في الحقيقة يعني الدواعي الطبي اللي استخدم هرمون النمو كذا حاجة أول حاجة لو في ناس هرمون النمو واحد اتنين متلازمة تيرنر تلاتة ايه متلازمة ايه؟ متلازمة تيرنر مرض وراسي من الأمراض الوراسية بتصيب البنات وبتأثر على الطول وبتأثر على الجهاز التناسولي بتاعها وحاجة اسمها بردر ويلي الطفل برضو بحاجات جينية وراسية بتأثر على الوزن بتخلي وزنه مليان قوي وبتخلي البادي بالت بتاعه مش مناسب وفيه الأطفال اللي عندهم مشاكل فشل في وظائف الكده وده ممكن برضو استخدم هرمون النمو هو وفيه لو الطفل مولود وزنه قليل مولود وزنه قليل من الأول خالص بالنسبة لسنه وبالنسبة لجنسه ده بنسميه IUGR أو SGA ودولة بيبقوا بيحتاجوا هرمون النمو عن سن في أمريكا سنتين في أوروب 4 سنين واحدة في مصر أنا ماشيين على 4 سنين لو ما حصلتش كاتشاب لأنهم معظمهم بيبقوا طوي بيتضبطوا حوال 9% دول اللي هما بيبقوا في حضانات أو بيبقوا مولودين بدري أو كده مش لازم في حضانات مش لازم في حضانات لكن في الأطفال بقى اللي ممكن يكونوا في الحضانة هديكتكلم عليهم دولة لو في نقص هرمون النمو ونقص هده نخامية من ساعة طفلنا بيتولد فساعات بيبقى عنده السكر قليل كمان السكر قليل وساعات بيتشخص بيبقى فيه عنده مشاكل في حتة في النص دوت من أول أنه بيبقى أصفر وبيبقى الهده درقيه عنده برضه متأثرة والسكر بتاعه بيقل فساعتها بيدي هرمون النمو اللي هي من الأول لو بيأخذ من الأول خالص من أول سنة أربع سنين بالنسبة لطفل حديثي ولادة دوت بالذات لو عنده قص هرمون النمو بيقص على السكر بيخلي السكر هبطاً ممكن يأخذه من الأول خالص من الأول من التولد؟ من الأول خالص بس دي حالات نذرة طيب آم زي برضه في حالات تانية يعني في حالات لو فيه لا قدر لا أورام لو طفل بيأخذ لا قدر لا إشعاع لو طفل لا قدر بيأخذ علاج كيميائي ده كله بيأثر على الغدة النخامية ولازم الطفل ده بيأخذ برضه علاج هرمون النمو ولا أعمود الفقر بتاعه بتأثر والعدم بتاعه بتأثر بيبقى قصير والأطفال عندهم فشل كالوي الفشل الكالوي بيأثر بس فشل كالوي ما بيكونش عندهم في الحقيقة نصف هرمون نمو ولكن هرمون بتاعهم وظيفية ما بقاش كويس فبيأخذ هرمون نمو خارجي طيب بالنسبة للأطفال اللي عندهم سكر بقى دكتور يعني طريقة علاج الطفل هل بيتصنف من نوع الأول أو من نوع التاني ولا بيبقوا كلهم من نوع الأول هو الأطفال المجارية المعظم هم من نوع الأول في بقى النوع التاني بقى بس نسبة وليلة جدا يعني بس بزيد كل شوية عشان السمنة وعشان الجنك فوضل حليك عرفاه وعشان بدايته كلام ده كله طريقة السيطرة على الطفل اللي عنده سكر بقى الموضوع أسهل من الكبار ولا أصعب؟ هو مش أسهل وأصعب هو على حسب الأب وعلى حسب الأم وعلى حسب الطفل والطفل الدنيا بالنسبة له مش سهلة طبعا ولا سهلة بالنسبة الفاميلي يعني عشان نقول مثلا يتشكشك مثلا أربع مرات في اليوم عشان ياخد أنسولات مع كل وجبة ومرة ياخد جرعة على طويلة المدى طبعا بيبقى كثير قوي وعين لازم يعمل تحيل سكر في الدم ثلاثة اربعة خمس ستة ومفروض سبع مرات في اليوم الدنيا ما هيش ما تبقاش بسيطة طب حقيقة ممكن تنصح الأم وبالذات في دخول المدارس يعني احنا دلوقتي دخول المدارس الطفل عنده سكر المفروض بيبلغوا المدرسة لأن الولد ممكن يأكل أي حاجة من صحابه يعني الموجود يبقى تسيطر على إزاي؟ لازم يبلغوا المدرسة إن ابنهم عنده سكر ولازم يخلهم معاه الجهاز بتاع السكر في الدم موجود في المدرسة عشان لقدر الله حصل هبوط للسكر أو أي حالة غير طبيعية يديروا يتعاملوا معاه سواء 100 ملي عصير أو شوكولاتاية أو أي حاجة منها دي عشان ترفع السكر في الدم دي حاجة أساسية طيب يعني ده مفروض الأمة تبقى متعلمة إزاي تسعف ابنها لو جات له هبوط في السكر وهي في البيت طبعا منين عنده سكر برضو دي حاجة مش فاهمها ومحتاجين حاجة تفاهمها طبيا إنه المفروض إن الولد ما يكلش سكريات وحلويات وفي نفس الوقت علاجه إنه يكل شوكولاتاية لا أنا بتكلم في حالة هبوط السكر في الدم نقص السكر في الدم نقص السكر في الدم هبوط سكر في الدم ده وطفل دايخ وعرقان وقلبه بيدوق إجامد ده بيجي من إيه؟ وشوية بشوية الوعي بتاعه مفيش طبعا فلازم ياخد سكر عشان يزبط حاجة سكرية عشان يزبط سكر في الدم زي ما رأيك بيت سانتي عصير ميتميلي بيبسي الحاجات دي كلها أو حتى الشوكولاتاية معلقة سكر معلقة عسل معلقة مربة أي إن كان الإسلوب عشان سكر يكون طبيعا طيب وإمتى الحالويات والحاجات دي تبقى خطر عليه؟ لا يعني هو الطفل عنده سكر بيبقى ليه نظام غذائي معين وليه نقط معينة بياخده على مدى 24 ساعة أبراعا ثلاثة وجبات وثلاثة سناكس ما بين الوجبات فدي حاجات وفيها شوكولاتات وممكن يفيها مربة وفيها كل حاجة بس من خلال النقط المحتوطاله والمواد اللي هو يخده على مدى 24 ساعة آية وديدخل في جسمه السكر كل حاجة بتخش بس بتخشينه الحاجات اللي هي مطلوبة طبيا المغذية ليه هو طبيا مش الحاجات زيادة احنا متعودين على الأكل زيادة ايه الحاجات الممنوع منها؟ احنا مش ملمنا حد إنه ما يكلش أو يكل لا كل حاجة مسموح بيها سعرات حررية معينة وكميات معينة على مدى 24 ساعة بس ده ما فيش حاجة احنا بنقنن بس زبط السعرات يعني ما حدش مثلا افتراضا مثلا برتقانية مثلا حوالي 15 جرام ما فيش ما حدش هيقعد يأكل كيلو برتقان وهو قاعد هيدي المشكلة عندنا هو ما يريد يأكل برتقان يا دكتور يعني واحدة مش مش لا ما حدش هيكل طبعا برتقان دي إنما مثلا الموز الكيك الشوكولاتة الشاي باللبن الحاجات دي معالق السكر في اليوم ما هو ده كله ينطبق نفس المبدأ إن الوسط كويس الوسط برتقانية تفة حية إنما يسح يشرب شاي باللبن زي اخواته مثلا يأكل بسكوت مع الشاي باللبن يأكل كيك طبعا 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 يأكل حاجات دي بس يبقى مزبط الإنسولين ولا ما هو الإنسولين بيتزبط على حسب الأكل اللي بيتاكل يعني بيتاكل مثلا جوعة الإنسولين على حسب كمية الأكل اللي بيأكلها ونوية الأكل اللي بيأكلها عشان تحرق السكر عشان السكر ما زيتش وما حصلش هبوط ففي توازناتنا بين الاتنين يعني كده بس ممنوع الإفراط إنما آيه حاجة مش ممنوع لا ما فيش ممنوع طبعا ما الليه حاسة إنه إنه الطف أطفال دول محرومين لا مش محرومين إحنا بس متعودين على الحاجات الزيادة فإنما متعود حاجات الزيادة بيحسنه محروم آه يعني ما نجيبش كحك مثلا في العيد ولا يأكل كحك في العيد هو بيأكل كحك وبيأكل بسكوته بيأكل كل حاجة يعني حليك الأجانب بيعملوا إيه لما بيروحهم حال يجيبوا مثلا بطيخ ما بيجيبوش بطيخة بيجيبوا سلايس سلايس صحيح البيتزا ما بيجيبوش بيتزا بيجيبو سلايس بيتزا يعني فلا يعني الدنيا بتكون منظمة وده الكمية الكافية للنمو الرائع طيب هل في فكهة معينة يستحسن الطفل ما يأكلهاش في حالة إنه عنده سكر لا هو ما فيش فكهة معينة كل حاجة بس يعني منجة يأكلها المنجة أكتر حاجة فيها سوقات حياة هي المنجة حوالي 45 جرام 50 جرام مثلا يعني لكن مثلا الفراولة 10 حبات فراولة يساوي 15 جرام هي في الحسب إنما المنجة لا لا بتتاكل بس 45 جرام 50 جرام ده مش ما بتاكلش بتاكل تمام طيب النشويات بتتاكل لازم بتتاكل حوالي 50% من الأكل ونشويات و 15% من أكله بروتين 25% من أكله بروتين وحوالي تأتيتين من أكله دهون طيب وهيفضل طول عمره بياخد الأنسولين وبيزبط الأكل ها في أطفال ممكن تزبط الأكل بس ولا لازم الأنسولين لازم الأنسولين طيب النوع الأولاني لازم الأنسولين الحقيقة أنا بشكر خضرتك شكرا جزيلا على المعلومات القيمة دكتور سامح توفير أستاذك بالأطفال غضل السماء سكر الأطفال شكرا جزيلا ننورتين ربنا يا خلي حداتك شكرا جزيلا بشكركم مشاهدينا ونشوفكم على خيال في الحلقة الجاي إن شاء الله شكرا جزيلا 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 المترجم للقناة المترجم للقناة